أقامت جمعية همام لذوي الهمام بتريم حفل اختتام فعاليات الأسبوع الثقافي الثالث تزامناً مع اليوم العربي والعالمي للمعاق وخلال الحفل القواكيل محافظة حضر موت سالم بن شرمان كلمة أشاد فيها بجمعية همام مؤكداً حرص السلطة المحلية على تدليل كل السعاب لدعمها ومساندتها لخدمة شريحة ذوي الهمام مثنياً على جهود المعلمات في تعليم هذه الشريحة وتأهيلها لدمجها في المجتمع بدوره أشار أمين عام الجمعية المهندس سالم باشعيب في كلمته إلى أبرز الأنشطة والفعاليات التي أقيمت خلال الأسبوع الثقافي الثاني مستعرضاً الصعوبات التي تواجه الجمعية وأبرز الأنشطة والمشاريع التي تسعى لتحقيقها هذا وتخلل الحفل عدد من الفقرات الإبداعية والفنية والمسرحية كما كرمت إدارة الجمعية ومركز إدارة الطلاب المتأهلين من المركز ودمجهم في مدارس النجاح نجاحهم